بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اليوم راح يكون فيديو عن لاب تو. طبعا اه المفروض كل واحد يكون الماتيريال نازلة على شعبته. مثلا خلينا ندخل على شعب رقم اثنين. راح نلاقي الماتيريال اه اللي هو بالاسبوع من اه تلتاش ثلاث لتسعتاش ثلاث لاب تو. عنوانه تروحوا انتو على اساس تمشوا معنا باللاب وتحضروا تعملوا داونلود للفايل هذا انا عامل له داونلود وهو عبارة عن فايل بس اه نخل يخلص الداونلود بنعمل طيب اه شو اللي موجود عنا بالزبط موجود عنا تو بي دي اف فايلز يعني احنا المرة الماضي اللي حكينا على الاقل راح يكون اه منيمام تو فايلز موجودات عنا وممكن يكون فولدرز او فايلز ثانيات بنحتاجهم خلال اللاب. لكن الفايلات الاساسية اللي راح تكون موجودة هي الشيت تبعتي اللاب. وكمان الانسر شيت اللي هي للبريلاب. احنا حكينا انه اه البريلاب مش انتو مش مطالبين تحلو ولكن هو بيساعدكو اثناء ايش? اللاب وراح نشوف كيف اه نمشي باللاب. طيب. فاول سكشن اللي هو اه سكشن لبريلاب. فبحكيلي انه لازم تقرأ الشيت تبعتي اللاب حتى تحل كوستشنز اللي موجودات بالانسر شيت. اه الابجكتبز اللاب الثاني احنا باللاب الماضي اتعلمنا اذا في عندي بروجيكت موجود كيف اعدل فيه عليه تعديلات بسيطة. تمام? وبعد ما اعدل عليه تعديلات بسيطة اه اعمل وبعدين اعمل وبعدين تمام? اه ما اطرقنا لمرحلة الديزاين. اما بلاب اليوم راح نبلش او راح نعلمكم كيف تعملوا اه بروجيكت من السكراتش. تمام? من الصفر. ماشي? ونمشي بالاستبس اللي اخدناها باللاب اللي راح. يعني هو يعني كمان تقريبا هذا اللاب كل اللي اخدناه باللاب اللي راح راح نرجع نعيده هون ان شاء الله. فخطوة الستب اللي هي مهمة خطوة زي ما حكينا كل واحد يرتب شغله كل واحد يعرف اه وين شغله موجود. فبروح محل ما انا ما نزلت الفايلات راح نشتغل توكوستشنز بهذا اللاب. فمثلا بسمي بارت وان مثلا او لاب وان اه لاب تو ستيب وان او لاب اه بارت وان. المسميات هاي انتوا حرين فيها المهم اميز. مثلا هاي بارت وان. وهنا فولدر كمان اسمه بارت وان. طبعا البرت وان راح يكون مخصص للبروجيكت الاول اللي هو للكوستشن الاول اللي موجود عنا بالشيط. وكمان البرت و راح يكون للكوستشن اللي بعده. فمثلا خلينا نكمل اه شرح اللاب. وهنا معطيني انا بدي اعملها ديزاين اه زي ما تعلمتوا بمادة ديجيتال لوجيك ديزاين سي بي اي متين وواحد وثلاثين. وبعدين انا اه طبعا خطوات الديزاين اطلع تروث تيبل اطلع لوجيك اكسبريشن وبعدين اسوي السير كالدياقرام. هاي الخطوات كلها راح نمشي فيها. بس قبل ما نبلش معطيني نوت هون. بحكيلي. بس تكون قيمة اللوجيك فاريابل. طبعا لوجيك فاريابل بما انه احنا بنحكي عن لوجيك. بقيله قيمتين. يا اما زيرو. يا اما وان. يعني يا اما هاي يا اما لو. اذا كانت قيمة وان بنسمي السيرتد. يعني اذا حكينا لكم اللوجيك فاريابل هذا السيرتد معناته ايش. قيمته ايش. قيمته واحد. طيب. طبعا هذا بنحط تحتها. نعلم عليها. لانه هذا الحكي مهم. بس نعمل ديزاين. فنشوف الديزاين الاول. ونشوف كيف ممكن احنا نعمل الديزاين. بحكي للديزاين. والاشي اللي نعمل ايش. نعمل التروث تابل. حتى بنطلع لوجيك اكسبريشن بعدين نرسم السيركي الدياقرام او الاسكيماتيك دياقرام. طيب. نشوف شو الديسكريبشن. اه تبع البروبليم هاي. طبعا زي ما حكينا عندي اي بي سي. و الاس امبوت والاوتبوت اف. طيب. شو بحكيلي. بحكيلي. اف از 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 اسيرتد. شو يعني اف از اسيرتد. يعني اف ايكوال وان متى? حالتين. اللي هي. خلينا ناخد هون نشوف كيف ممكن نعبيل تروث تابل. راح اعبيلكو الجزء منه. والجزء الثاني راح يكون عليكم. طيب لو اخدنا التروث تابل هاض عشان نشوف كيف ممكن نعبي تروث تابل زي هيك ونمشي بخطوات الديزاين. اذا هون شو بحكيلي بالشيط تبع تلاب? اف ايكوال وان حالتين. اذا. يعني فقط عندما الاي والبي ار اسيرتد يعني البي اسف اور بي ار اسيرتد. والسي از نط يعني از نط اسيرتد. شو عندي بيكون من تو كوندشن. وبينهم انت. اللوجيكة الكوندشن الثاني الاولاني اي اور بي ايكوال وان. كوندشن الثاني سي از نط يعني سي ايكوال زيرو. يعني حتى تكون اف ايكوال وان لازم يتحقق هدول الشرطين ليش? لانه بينهم ايش? لانه بينهم انت. فلازم يتحققن الشرطين. واحد منهم ما بيكفي. تمام? طيب. خلينا نبلش. طبعا اه لازم تستخدم انت شوي ذكائك او اه فطنتك وانت تعبي تروت تيبن زي هيك. نيجي. حكاها لازم تكون الزيرو اه سي ايكوال زيرو حتى يكون اف وان. وبما انه في بينهم انت الكوندشن هاد. اذا هذا ما تحقق معناته الاف ايكوال زيرو. نشوف. فاذا بده عبل تروت تيبل. وين ما فيه سي ايكوال وان بده كون قيمة الاف زيرو على طول. ليش? لانه سي ايكوال وان ما تحقق الكوندشن الثاني هادة اللي هون. فاكيد الاف شو بده تطلع. زيرو. وهو كمان الاف ده تطلع زيرو. وهونا الاف بده تطلع زيرو. وهونا الاف بده تطلع زيرو. فانا عبيت نص faux التروت تيبل. هاي اربعة روز من التروت تيبل. بس من خلال هاي المعلومة. شو هي المعلومة. المعلومة بحكيلي. اذا سي ايكوال زيرو. اند معناته اذا سي نطق زيرو هادة كله راح يطلع فولس. شو يعني فولز يعني راح تكون الF equal 0 مش 1 طيب نيجي للcondition الثاني طبعا هوم متحقق الcondition الثاني آسف وهوم متحقق الcondition الثاني وهوم متحقق الcondition الثاني وهوم متحقق الcondition الثاني هسا بنروح نبحث عن الcondition الاول الcondition الاول اللي هو A or B equal 1 هل هون او A او B equal 1 لا فمع تاته الF شو بده تكون 0 بعدها في واحد منهن 1 نعم رح يكون واحد بعدين في واحد منهن واحد نعم رح يكون one تمام هنا a or b هن الاثنين واحد اكيد كمان شو بتتكون قيمته هون واحد تمام لانه هنا a or b يعني اذا واحد منهن واحد خلاص هذا الكوندشن يترو يعني هذا الكوندشن الاول مقسم ل two conditions بينهن or شو هن الكوندشن a equal 1 او b equal 1 اذا كان واحد منهن true خلاص بكفي انا حتى احكم انه هذا الكوندشن الثاني كامل equal true فالخطوة الاولى اعبي لترو اذا بالبداية هيستبها لتروت تابل طبعا لازم افهم البروبلم حتى اقدر اعبي لتروت تابل مزبوط طيب عبينا لتروت تابل بعدين هسه وظيفتي اطلع logic expression انا ما راح احللكو logic expression وظيفتي اطلع logic expression يعني اروح على اذا في اشي ممكن اطلعه مباشرة بطلعه اذا ما في علاقات مباشرة بدي اروح اعمل الكماب هون عندي طريقتكو انتو ماشي واطلع الاف as sum of product الاف as sum of product بدنا نفرض يعني هذا فرض ما راح يطلع هيك بس انا بحكي كفرض كفرض طلع عندي الاف equal ايه نطل ايه تمام and البي مثلا بلس السي انا هذا فرض فرضتو يعني مش ضروري يكون مزبوط انا فرضت هذا الحكي فرضا طيب نفترض انه اطلع معكو هاي طبعا the three varia بالماب بطلع منها الexexperation فالخطوة الثانية اطلع sum of product طلع انا sum of product step two طيب بعد ما اطلع sum of product بدي ارسم عجاني بالcircuit diagram بالcircuit diagram شي يعني السيرcuit diagram او الاسكماتيك diagram هو زي ما احنا شايفين هون ناخد هذا الحكي a bar شي يعني a bar كيف برسمه بدي امسح شوي عشان اعرف ارسم هون ال a كيف برسمها في عندي two inputs اللي هم ايش ال a وال b بس احكي a bar معناته ال a بعديها في inverter شكبتك يعني gates ال b ما في بعديها inverter داخلي على ايش على and gate تمام بعدين كل ال output اللي موجود هون من ال and gate داخل مع c على or gate ورايح على ايش على ال f هذا الخطوة الثابقة اذا step three اني ايش اعمل ارسم ال schematik او logic daygram طيح عسا هذا كله حكي نظري احنا اذا اجانا بربلم بالامتحان زي هيك اكيد الحكي النظري بهمنا تكون فاهمه راح نروح نطبقه على البرمجية شو راح نعمل راح نروح نطبق الحكي النظري على البرمجية طيب نكمل فاحنا شو راح نعمل حاليا راح نفتح البرمجية هاي فتحنا البرمجية تمام زي ما حكينا هاي الشاشة الترحبية اللي ممكن من خلالها نعمل create new project او open existing project احنا بنقدر من هون نعمل هذا الحكي وبنقدر من وين من المنوز اللي فوق طيب المرة اللي ماضي حكينا عن open البرجيكت open الexisting البرجيكت اليوم احنا بنعمل برجيكت من الصفر فشو بنعمل بنختار من نختار من الفايل new project wizard طبعا فيه اعدادات فيه بنختار next بعدين هون بحدد لي شو الوركينج دايركتور للبرجيكت يعني بطلب منك تحدد وين انت بدك تحفظ البرجيكت تبعك فانا مش عملنا اه فولدر عالدسكتوب اسمه lab two جواته part one يعني هذا مهم اني انا اعرف وين الملفات تبعة البرجيكت تبعي part one بعدين open هاي حددت له location هاي desktop lab two part one طبعا كل البرجيكت لازم يكون داخل فولدر بعدين شو اسم البرجيكت مثلا بدي اسمي step one part one هذا name للبرجيكت تبعي تمام وهذا الحكي رح نحكي لقدام شو يعني top level design اه يعني بخلينا نشبهها هون زي النقطة التنفيذ البدائية يعني بالنسبة للبرجيكت زي c++ من وين ببلش تنفيذ البرنامج من عند مين من عند المين فانكشن فهون احنا بما انه اصلا عندي يونت وحدة للدزاين ما في اكثر من فايل للدزاين فهو هو نفسه ايش اسم البرجيكت تمام وبنعمل بعدين فنش طبعا بعدين راح بعد هيك بلاب 5 وراح نغير الاعدادات شوي نعمل فنش هذا فتحنا يعني هلا بنسكره ان شاء الله راح نلاقي فيه فايلز البرمجية تمام وفولدر البرمجية انشأتهم اوتو جينيريتد انا ما عملت اشي البرمجية انشأتهم واحد من هن اللي هو البروجيكت فايل اللي حكينا عنه هايو شايفين وهاي الايكون تبعته الايكوني طيب ما لقينا فيه لا بلوك ديزاين فايل ولا فيكتور ويب فورم فايل زي المرة اللي راحت احنا راح نعملهم هذول طيب بنروح بننضيف ديزاين فايل طبعا هذا اللاب اليوم بختلف عن اللاب المرة اللي راحت هناك كان في ديزاين فايل اليوم احنا بننضيفه فهالخطوة ما كانت موجودة من فايل بما انه بننضيف فايل من فايل بنختار نيو نيو فايل مش نيو بروجيكت نيو زي ما حكينا نوع الفايل في عندي اللي راح نتعامل معهم الديزاين فايل والديباقينج فايل انا بعدني مش عامل ديزاين الديزاين فايل راح اختاره بلوك دياجرام او سكماتيك اللي هو بلوك ديزاين فايل اللي حكينا عنه اللي هو البيدي اف فايل اه مثل ما حكينا راح نعمل بلوك دياجرام او اسكيماتيك فايل نختار له اوكي طبعا هذا المكان اللي راح ننزل فيه طيب لو ندوح هون على الفايل طبعا هذا الاكستينشن تبعه زي ما حكينا بلوك ديزاين فايل ما فيه اشي فاضي صح انا بدي اضيف فيه حسب الديزاين اللي انا عملته شو بدي اضيف بدي اضيف و بدي اضيف تمام وكم امبوت بورت واحد اثنينة ثلاثة و بدي اضيف كمان اوتبوت بورت اللي هو الاس طح هذا الحكي بنا نطبقه على البرمجية اذا بدي اضيف واند وار بروح طب اللي كلك هون بدي اند تو امبوت زي ما حكينا اند تو امبوت بنجيبها من اند تو او بنروح على زي ما حكينا من هون بصير من هون بصير هاي اند تو بعدين بدي الانفيرتر تمام الانفيرتر نط طبعا ما بكتب له نط ون ولا نط ون ولا نط وثري ولا نط فور ولا ليش لانه النط لها امبوت واحد واوتبوت واحد هاي النط طبعا بحاول احط الجيت بالمكان اللي بخدمني اثناء التوصيل يعني انا هون بدي اوحض ايه ادخلها على الانفيرتر ومن الانفيرتر على الان فحطيتهم تقريبا بنفس الخط على الانبوت الاول لمن للاند جيت طيب شو فيه كمان عندي في عندي اور جيت كمان اور تو طبعا هذا احنا بنحكي مثال مش هذا اللي راح تشتغلو انتو حسب شو بطلع معكو باللوجيك وهاي كمان نزلنا الاور تو كم امبوت بورت بدي ثري كيف بننزله حكينا او عالسيمبول تول من هون بنروح او بنسميه امبوت او اسمه امبوت او من اه على البن امبوت هاي الاولاني كم امبوت حكينا بالدي لو نرجع على الديزاين بي و سي طيب هاي الامبوت الثاني وهاي الامبوت الثالث طيب لو جينا بنسميهن زي ما هو انا بالديزاين عندي الاي بي سي هاي ايه دابل كليك عليها او حكينا على على وهاي اسمها ايش حكينا اي بي سي هاي ايه هاي بي تمام وهاي سي طبعا الكوننكشنز طبعا بدنا فيه انه اوتبوت بورت اللي هو الاف هادا اللي هون بده اوتبوت بورت بنروح بنضيف هون دابل كليك نكتب اوتبوت هاي الاوتبوت بورت شو اسمه اف دابل كليك او رايت كليك بي ضايل نعمل الكوننكشنز او الويرز بنجيب النود ارتوغنال تول اللي هي بتوصل بت مع بت زي ما حكينا لفت كليك بنضل ساحبينه لحد ما نوصل الامبيرتار اسحب وانت باغط على لفت كليك لحد ما تنطلع ايش اشارة المربع نفس الاشي هون لفت كليك مستمرة لحد ما توصل اشارة المربع البي راح تدخل وين على الاند جيت الاوتبوت تبع الاند جيت راح يدخل الامبوت على الاور جيت والسي راح تدخل امبوت ثاني على الاور جيت نفس الطريقة بنوصل والاوتبوت راح يجيني من الاور جيت وراح يوصل لمن لا الاوتبوت بورت هيك بنكون خلصنا الديزاين حكينا شو بنا نعمل اذا ضلينا طبعا هسا احنا بعدنا كأنه بوصل وايارز حتى اروح على احول كيرزر لماوس شو يا بعمل اسكيب او بختار السيليكشن تول حكينا بتظهر عندي هون الستار هاي انه انا عملي التعديلات وما احفظتها فحتى احفظها شو بحكي سيف اول اذا كان في عندي اكثر من فايل وانا دايما احب سيف اول تعملوها لانه ممكن انت تعدل على اكثر من فايل وما تحفظ التعديلات هاي فمثلا لوكة بسنا سيف اول طبعا هون مش راح تفرق سيف او سيف اول لانه احنا بنشتغل على فايل واحد سيف اول بطلب مني شو اعمل اسمي البلوك ديزاين فايل حسا انتلناو بما انه في عندي فايل واحد للديزاين لازم اسميه باسم البروجيكت اللي هو توب ليفل انتيتي شو انا عندي اسم البروجيكت راح اقرأه من هون ستيب وان فهي هو اصلا معطيني مقترح ايش الستيب وان وسيف لو رجينا هون على اه الفولدر اللي موجود في البروجيكت راح نلاقي هون انضاف فايل جديد اسمه ستيب وان نوع كوارتس اسكيماتيس فايل اللي هو البي دي اف فايل طيب بعد ما هيك حكينا بنا نعمل بعد ما نخلص الديزاين احنا هون خلصنا الديزاين بدي اعمل كمبيل كيف بنعمل كمبيل كمبيل كمبيلر تول فاعمل طيب حكيالي في الكل الفول كمبيليشن والسكسفول في هدولا بروح لقدام فأنا احنا حكينا بس انشتغل على البورد اAcc singingこ أوكي بعد خطوط المباركة بدي اعمل السميليشن بس قبل السميليشن بدي اعمل فيكتور ويب فايل فبدي اضيف فايل شو نوعه سميليشن اسمو وايب فايل يلف ويب فايل اللي هو الفايل اللي اللي بدي اجهز فيه الامبود حتى اختبر солнيدي اللي عندي. هاي اوكي. وهاي الخطوة دايما بتيجي بعد الكمباينيشن. اوكي. طلع لي الوركنج اريا هاي. تمام? زي اه ما شرحنا لكم باللاب اللي راح. اللي بنعمل وانه احنا في عندي ثري امبوتس حتى اطلع كل الكمباينيشن. ببلش. من الليست. الليست مين بيحدد للليست? في عندي هون. الليست عبارة عن السي. السي البيريود الها. متين. البي اربعمية. والاي ايش. ثمانمية. حتى اوخذ كل الكمباينيشن. طيب? نيجي. طبعا الانتايم. كم بدي اياه? مثل البي اعلى البيريود للموس سيجنيفكنت بت. حكينا هاي متين هاي اربعمية. معناته البيريود للموس سيجنيفكنت بت راح تكون ثمانمية. فبروح هون. بسوي البيريود هاي تكون ثمانمية. طبعا الديفولت هو الف نانو سكنت او واحد مايكرو سكنت. شو بسوي? بعمل ايش? اي حتى احكم الانتايم. انتايم بحط الانتايم ثمانمية نانو سكنت. طبعا حكينا الجيرزر هذا بيضل يروح ويجي بقدر انا بعمل كنترول دابليو او فيو فت اند ويندو حتى احكمه ابيج واحدة. فهي بيان عندي كل طنطايم. طيب. دابل كليك هون. نوت فايندر. هذا الحكي اخذناه باللاب اللي راح. بس عادي ما فيها مشكلة نعرج عليه. ليس? طبعا اذا ما كنا عاملين ما راح يطلعوا النوتس هدول. طيب. وبنضيفهم من مين? حكينا من الليس للموس سي وبعدين بي وبعدين اي واحدة واحدة. سي بي وبعدين اي وبعدين الاوتبوت. شو بنعمل? اوكي. ضفناهم. بنيجي بنعطي لكل واحدة بيريود. الاولى سي البيريود لها متين من فاليو كلوك. البيريود بعطيها متين. اللي بعديها فاليو كلوك البيريود لها اربعمية. اللي بعديها. البيريود لها ايش? ثمانمية. وهي اوكي. طبعا بدي اسايفه. هزا الحكي. الاحسن دايما اسايفه بالمكان اللي فيه البروجيكتر. فبعمل كنترول اس او سيف اول. بحكي لي شو بدك تسميه? هزا مش مشكلة عادي لو كان اسمه غير اسم التوبلي بالديزاين انتيتي. مثلا بدي اسميه فيكتور ويف فورم واحد. وهي سيفته. وين ما سيفته بالمكان اللي فيه بروجيكت اللي هو بالبارت ون. طيب بعد ما اخلص من هاي الخطوة حكي انا شو في عندنا خطوة كيف بنعمل سميليشن بروسسينج سميليتر طول. طبعا هون لازم احدد له مين الفايل اللي بدو يكون امبوت للسيميليشن. بنعمل براوز مين هو? الفكتور ويف فورم واحد اللي انا عملته. بعدين بعمل ستارت. وبس يخلص بعمل الريبورت. وهاي عندي طلع الاوتبوت. طبعا مش راح يطلع الاوتبوت معكم زي هيك للأف. لانه انا افترضت افتراضات غير عن اللي راح يطلع معكم. تمام? عشان انه على اساس انتو تشتهدوا شوي اه اه تعبوا التروت تابل طلعوا التروت تابل تمام? وبعديها ايش? تعملوا الديزاين. فهاي عندي النتائج. اول رو بالتروت تابل زيرو 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 طلع اقباله زيرو. وان زيرو زيرو طلع اقبال وان. وهكذا بنقدر نقرأ التروت تابل. طبعا ما راح يطلع نفس القيام اللي عبيناها كمان مرة بنبه. ليش? لانه احنا عملنا ايش صمف افتراضي. طيب هاي بالنسبة للجزء الاول. بس نخلص هذا الجزء ونتأكد انه حلنا مزبوط. طبعا الاوتبوت لازم يطلع زي الاشي اللي بالتروت تابل. بس انا ما طلع عندي هون لاني اخد ايش? اخد سم اوف برودكت افتراضي. ما طلعته من خلال كيمة. بس انت وظيفتك اتطلع السم اوف برودكت. طيب. بس نخلص بنعمل فايل. وبنعمل ايش? كلوز للبرودكت. بالنسبة للجزء الثاني. هذا كله بنحكي عنه وين هون بالجزء الاولاني. تمام? الجزء الثاني معطينا وما راح نحكي كثير. اه راح نكرر نفس الاشي اللي عملناه بالبروبلم الاولانية. بس بالاول بدنا نفهم البروبلم ونعرف كيف نعبي التروت تابل وراح اخليكوا تكملوا انتم. تمام? طيب. بحكيلي اللي عنديه خلينا ناخد التروت تابل تبعها. عشان نعرف كيف نعبيه. هاي البروبلم اللي عندي. في عندي الكاباتش والولف والقوت. اللي هو الماعز او الخروف. وفي عندي ذئب وفي عندي الملفوف. وفي عندي الارب. تمام? اذا السيركت اللي عندي هاي لها اه ثري امبوتس اللي هم السي والدابليو والجي. السي فور كاباتش. والدابليو فور الولف والجي فور القوت. وفي عندي الاوتبوت اللي هو الارب. هو بحكيلي باختصار انه الفارم في عنده تو بارنس. في عنده حضيرتين الفارمر. يعني خلينا نفرض انه عندي فيه هنا الحضيرة الاولانية. نسميها اكس. او نسميها زيرو. الحضيرة رقم زيرو. والحضيرة الثانية رقم واحد. تمام? في عنده حضيرتين. تمام? هو مسميها النورت والساوت. انا بده سميها زيرو وان اختصار. بقول لي انه كمان هو بده حط الفارمر بده يوضع الكباج والولف والقوت بالحضائر هذور يوزعهن. بحيث يشوف انه في عنده الارب ولا ما في عنده الارب. طبعا. متى ممكن الالارب يطلع؟ اذا حط اي عنصر من هدول. ممكن ايتس الثاني. يعني كيف? هنا انا هنا بالبداية. السي والدابليو والجي اللي هنه الكباج والولف والقيت وين موجودات بالبارن زيرو? يعني السي والدابليو والجي وين موجودات بزيرو? والحضيرة اللي هي رقمها واحد مالهن فاضي. فاكيد هنا راح يعطي الارم. ليش؟ لانه اكيد الولف راح يعمل ايتنج للقوت والقوت راح تعمل ايتنج للكباج. فهنا شو بدي يعطيني؟ اكيد بدي يعطي الارم. طيب الحالة الثانية. ما راح اعبي الكامل راح اختار بعض الكيسز. الحالة الثانية مين عندي اللي هي بالزيرو? عندي الكباج والولف. سي والدابليو هون عندي الجي. طيب. عسا الكباج والولف يعني الملفوف والماعز. اكيد. الاسف. الملفوف والداب. ما بوق الملفوف. والقوت لحاله. فما في عندي الارم. في عندي زيرو هون. ما راح يعطيني الارم. يعني هو الالارم وقتل خطر. اذا ممكن اي عنصر من الثاني ممكن يعمل ايتنج للعنصر الثاني. طيب. ناخذ الكيس هاي. هاي الكيس عبارة عن شو؟ الكيس هاي بحكيلي. السي والدابليو بالحضيرة رقم واحد. السي. والدابليو ما بدي اخذها لانه هاي نفس الكيس اللي قبليها. خلينا هون مثلا اخذ الكيس هاي اللي هون. شو بحكيلي الكباج والقوت بواحد. دابليو. اسف. السي والجي. السي والجي هون. والدابليو وين راح يكون هون. طيب. هون اكيد ما في مشكلة. بس هون عندي في عندي الماعز الملفوب فرح يعطي الان. فرح يعطي هون ايش؟ الان. فبتعبوا لتروث تيبل باقي بنفس الطريقة. وبعد ما نعبي اذا هاي الخطوة الاولى لتروث تيبل. الخطوة الثانية. اروح على الكيماب. واطلع. الصم اوفو برودكت. تمام? اكسبريشن. الخطوة الثالثة ارسم لسكيماتيك. وبعدين نفس الطريقة تبعط الجزء الاول. شو اسوي? اطبق كل هذا الحكي على البرمجية. على الكوارتاس. كيف يعني اطبقه? يعني اروح اعمل. اروح البرمجية اعمل فايل. انيو بروجيكت. هزا البارت الثاني. وين راح اخزنه? راح اخزنه بارتو. شو بدي اسميه مثلا بارتو بيتو مثلا انا بحكي. وبعدين اعمل فنش. وبعدين شو بدي اعمل? بعد ما سوي الديزاين اضيف ايش? البي دي اف او لسكيماتيك عشان ارسمه. لانو انا هون راح يطلع معي سكيماتيك بالاند والاور. بروح هون شو بعمل? فايل نيو. باختار لسكيماتيك. بارسم هون الگيتس اللي عندي. تمام? بعد ما ارسم الگيت بعمل بروسس كمبيلر تول كمبيلاشن فيش مشكلة. بروح ما اعمل الفيكتور ويف فورم فايل. نيو فيكتور ويف فورم فايل بنفس الطريقة. وبعدين بعمل سوميليشن وبتأكد من اجاباتي هل هي نفس اللي موجودة اه بالتروث تيبل ولا لا. وهون انا بكون كملت ان شاء الله. ودايما زي ما حكينا لكم تابعوا الاليرنينك عشان يمكن في اه اه كوز الاسبوع اه السبت القادم ان شاء الله. راح نحكي لكم بحينه. ويعطيكو العافية. ترجمة نانسي قنقر